طيب الرزق طلب من من؟ من الله إذن هذه الوساوس من إبليس وهذا تعلق بغير الله وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت هؤلاء يموتوا ولهذا عندما تسمع الآن بعض الناس ماذا صنع لنا الحكام؟ ماذا صنع لنا العلماء؟ أين العروبة؟ ماذا تريد من العروبة؟ وماذا تريد من الحكام؟ وماذا تريد من هؤلاء؟ هل هؤلاء يملكون الرزق؟ ولذلك عندما اعتمد هؤلاء على على من يموت وعلى الفقراء ذلوا نسى الله عفوه والسلام أين حكام العرب؟ ماذا تريد من حكام العرب؟ ماذا تريد منهم؟ بشر وتوكل على الحي الذي لا يموت إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره عند الله لا عند غيره فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه لأن العبادة سبب لفتح باب الرزق واشكروا له إذن هذا الذي يطرع على بالك هذا من التعلق بغير الله وهذا الذي تسمع في الأخبار أحيانا بالخطة العريض أين حكام العرب؟ أين العروبة؟ أين كذا؟ أين كذا؟ ماذا تريد منهم؟ جاء ركب بعد الهزيمة في أحد أرادوا السفر فرأاهم أبو سفيان قال إلى أين؟ قال إلى المدينة قال أخبروا محمدا عليه الصلاة والسلام ومن معه أننا نعد العدة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم بخبر قريش والأحزاب ماذا صنعوا؟ الذين قال لهم الناس الركب إن الناس أي قريش والأحزاب قد جمعوا لكم جموع وجيوش ماذا تصنع؟ أين حكام العرب؟ أين العروبة؟ لا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فرخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش على الفور بأن يتجهد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على حدود المدينة ينتظر قدوم أحد ما قدم أحد من صرفهم؟ الله سبحانه فانقلبوا أي رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله إذا ما يمكن أن نتعلق بالحكام نتعلق بالوزراء بالأمراء لا تطلب الرزق إلا من الله